أكد جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة أهمية مواكبة التطور الحاصل في أنظمة الحماية المدنية ومواصلة الاستفادة من التجارب والخبرات المتراكمة جاء ذلك خلال زيارة لمديرية الدفاع المدني التابعة لمديرية الأمن العام وشدد جلالته على ضرورة الحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية لا سيما في فصل الشتاء وتحدث جلالة الملك أمام ضباط الدفاع المدني عن مشروع تطوير خدمات الإصعاف وفق بروتوكولات الرعاية الطبية والذي استحدث أخيرا لتمكين المسعف في الميدان من نقل البيانات الطبية إلى غرف العمليات الرئيسية وأقسام الطوارئ للحصول على الاستشارات الطبية المباشرة وتهيئة الرعاية الطبية قبل الوصول إلى المستشفى أثنى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم على جهود النائب عبد الكريم الدغمي خلال رئاسته لمجلس النواب التاسع عشر في دورته العادية الأولى وأشهد جلالته بجهود مجلس النواب في الدورة الماضية التي أقرت فيها تعديلات دستورية وتشريعات ناظمة للعمل السياسي مؤكدا أهمية الدور الرقابي والتشريعي للمجلس استكمل النواب اليوم انتخاب نائبين للرئيس ويبقى أمامهم انتخاب اللجان الدائمة والبالغ عددها خمس عشرة لجنة وبعد انتهاء الانتخابات الداخلية على النواب الانتهاء من خمسين قانونا ومشروع قانون أبرزها قانون الموازنة العامة وذلك بعد أن تم الانتهاء من ستة وخمسين قانون ومشروع قانون في الدورة العادية الأولى كما استهل النواب الجلسة بقراءة الفاتحة للملك الحسين بن طلال وذلك في ذكرى يوم ميلاده الذي يصادف اليوم حيث قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن المخفور له الحسين كان على الدوام في خندق الأمة أوروبيا ينبض بقيم ورسالة الثورة العربية الكبرى حاملا إرثى بن هاشم في الذود عن المقدسات ورافعا لراية التضامن العربي لقد جسد الراحل مع أبناء شعبه قصة محبة صادقة عز نظيرها وكانت غايتها بناء الدولة والحفاظ على مقتساباتنا الوطنية عبر مسيرة التنمية الشاملة وكان رحمه الله برجاحة العقل ولغة المنطق يحظى باحترام وتقدير الأسرة الدولية توفي الفنان الأردني أشرف طلفاح في مصر غدا تعرضه لاعتداء أدخل على إثره إلى قسم العناية الحثيثة في أحد المستشفيات هناك ونعى نقيب الفنانين الأردنيين محمد العباد الراحل طلفاح وأكد أن رحيله موجع وخسارة للوسط الفني وزارة الخارجية وشؤون المختربين من جهتها أكدت أنها على اتصال مع السفارة الأردنية في القاهرة التي تتابع مع الأجهزة الأمنية المصرية للوقوف على تفاصيل الجريمة وأكد الشقيق طلفاح أن الاتصال فقد مع أخيه منذ يوم الخميس لافتا إلى أن ملابسات الحادثة ما زالت مبهمة حتى هذه اللحظة في أحد الأصدقاء اللي في مصر هناك يعني وصل الأشرف ويعني خلال الفترة اللي وصل الأشرف فيها لقى هناك في أمن أو سيكيروتي المنطقة أو الكمباوند اللي هو قاعد فيه أشرف بداية هم يعني ما سمحوا ليدخل بعد تقريبا نص ساعة دخل على أشرف لقى أشرف طبعا في حالة غيبوبة في الشقة اللي بسكنها ويعني إحنا لغاية الآن ما بنعرف إيش الأسباب هل هناك وراء هذا الحالي أو وفاة أشرف في اعتداء عليه أم لا حسب ما حكونا السفارة أنه فيه تحقيق بهذا الموضوع الشيء اللي أنا يعني لفت انتباهي بالنسبة لأشرف من مساء الخميس انفقد الاتصال معه لكن كان تليفونه دائما أكتف لغاية ما وصلوا له على الشقة يعني بتقدر تقول ثلاث أيام ووجدوا تليفونه بجنبه على الكنبة علما بأنه تليفونه يعني الشاحن كان يعني قصير ويعني احنا فيه شكوك أنه أشرف يعني فيه هناك حد يعني كان يستخدم التليفون وهذا كل شيء بنعرفه انخطعت الطريق الواصلة بين بلدة ملكة وبعض قرى لوائي بني كينانا في محافظة إربد جراء ارتفاعي منسوب المياه بسبب غزارة الأمطار التي شهدتها مناطق إربد الشمالية واشتكى سكان المنطقة مرارا وتكرارا من تلك الطريق المهترئة على حد قولهم وأكدوا أنهم تواصلوا مع مديرية الأشغال وطالبوا بإيجاد حلول جذرية لكن دون جدوى بحسبهم من جهتها حاولت رؤية تواصلة مع مديرية الأشغال دون جدوى أيضا نتمنى على الأشغال العامة وعطفة محافظة إربد بالتحديد متابعة ملاحظاتنا والحل الجذري لهاي الطريق كونها طريق حيوي تنقل ما بين محافظة إربد وحتى على مستوى السائحين ومرتدي الطريق بجذبهم طريق اللي هو جوجل يعني بيؤدي لهم إلى مدينة أمقيس الأثرية وهانت تعرفوا أنها منطقة سياحية بامتياز فنتمنى عليكم متابعتها كوزارة أشغال راحنا 170 راس غنم مع السيل مع الوادي طلع من هن عشرين والباقي بعده ما بينش وبالوادي والإحجار والعبارات كلها ما فيش إشي يعني كله مسكر وطقطعت الطريق والمي طلعت من فوق الشارع فوق شارع الزفته الموقع عين حامل في إطار السعي لضغط النفقات وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين سلم وزير الزراعة خالد الإحنيفات اليوم عشرات الأليات لأكثر من 60 مديرية زراعة في المملكة وتعمل العديد من هذه الأليات على الكهرباء وذلك لخفض استهلاك الوقود وفاتورة الصيانة وسيتم تزويد مرشدي الزراعة بأجهزة تابلت للاتصال بالخبراء في المركز الوطني للبحوث الزراعية ما يساعدهم على العمل في الميدان في وزارة الزراعة استلمنا أسطول سيارات حوالي 61 سيارة مائة آلة حفر أربع بكوهات وثلاثة تنكات كبيرة لتحريج الصحراوي إضافة إلى عيادات بيطرية السيارات الكهربائية هذه ستوزع على الرشاد الزراعي بكلف صيانة ومحروقات صفر وهذه حقيقة ضمن الخطة الزراعية التي تستهدف تفعيل العلاقة مع المزارع من خلال أن تكون كل حيازة زراعية تتبع لمرشد زراعي إضافة إلى 400 جهاز تابلت للرشاد الإلكتروني عام 2023 سيكون هناك نقلة نوعية في الخدمات التي تقدم للمزارعين أو عبر الخدمات الفنية التي توجه المزارع لمنتج أفضل ولمردود أفضل ونمط زراعي مختلف عبر إرشاد زراعي مختلف بكافة المجالات شجر الزيتون يتربع فوق 300 ألف دونوم في إربد أكبر محافظة في إنتاج هذه الثامرة الحيوية تشكل ثلث الثمار في المملكة يستبشر مزارعها بموسم زيت أفضل مما سبق وسط دعوات بعدم شرائه عبر صفحات ومصادر غير موثوقة أجواء تشرينية لا يعرف قيمتها إلا من اختلط عرقه بتراب الأرض وتكتمل بهجة هذا الموسم بالعونة التي تعني لمة الأهل والأصدقاء لقطاف جهد عام كامل من العناية بشجرات الزيتون والتي تعتبر مدخلا رئيسا لمعظم الأسر في قرى شمال المملكة والله الحمد لله يا رب العالمين بصير فيه اجتماع عرز من كل نهاية بداية السنة لنهاية السنة من موسم الزيتون عرز بيجتمع بها لأهل والمحبة وصير يعني عبارة عن جو زيتوني حتى نهاية الموسم والحمد لله رب العالمين مبسوطين بهذا الموسم عادة عندنا هنا بالبلد ببلشوا الناس بفرطوه من 15 عشرة وطبعا كل ما تأخر الزيتون بدل شهر 11 بيعطيه نتيجة أحسن طبعا بالنسبة للزيت أما الناس مش كلها زي بعضها بتفرط مع بعضها ولا إشياء أما بدك تقول يعني السنة هذا الموسم تقريبا يعني بالنسبة للموسم الماضي يعني حوالي 70% أما العام كان أفضل السنة الماضية 52 معصرة عاملة في محافظة إربدا تستقبل المزارعين على مدار الموسم خلال 24 ساعة يؤكد أصحابها أن موسم الزيتون لهذا العام أقل إنتاجا من الموسم الماضي لكنه أفضل من حيث جودة الزيت أول شيء الموسم من السنة مش زي العام العام أفضل من السنة لكن الزيت كجودة الزيت أفضل السنة المقارنة بالزيتون السنة ناشف شوي ما في أمطار نزلت والزيت اللي عندنا كل ياته بعل الزيتون بعل يعني كويس كثير الجودة عندنا وبنصح المواطن أنه ما يشتري إلا من المعصرة زيت أمامه ينعصر أمامه زيتون بدورها تتوقع وزارة الزراعة أن وفرة هذا الموسم تزيد عن 25% وبما يعادل 29 ألف طن صاف من زيت الزيتون هذه الوفرة في الإنتاج وهذه الكميات من الجودة أيضا إلى جانب آخر لدينا جهد فيما يخص مراقبة جودة منتج زيت الزيتون وسواء كان على صحة الإنسان أو سمعة هذا المنتج المحلي الهام لدينا إجراءات واسعة مع عدد من المؤسسات وعدد من الأجهزة المختصة نتابع المعاصر بشكل أسبوعي في جولات للوزارة والجهات الرقابية المختصة لحد الآن الحمد لله لم تسجل أي حالات نرصد من خلال السوشال ميديا أي رسائل أو محاولات للبيع من مصادر غير موثوقة تحتل ثمرة شجرة الزيتون المرتبة الأولى بين المنتجات الزراعية إذ تعتبر مصدر دخل رئيسا لآلاف العائلات الأردنية ضرار غنام رؤية نفذت مديرية زراعة الأغوار الجنوبية ورشاة عمل تعرفي عن أفة النمل الأبيض وآثارها وكيفية معالجتها آتت هذه الورش بعد رصد النمل الأبيض في بعض البؤر بالأغوار الجنوبية بحسب مديرية الزراعة هناك أكثر من ثلاثة آلاف نوع من النمل الأبيض حول العالم 183 نوعا منها تصنف بالخطيرة علما أن ثلاثة أنواع خطيرة رصدت في الأردن من أسبوع وردتنا بعض الملاحظات عن وجود نمل الأبيض في بعض الأماكن طبعا تم إجراء الكشف الميداني عليها تأكدنا من هذه النمل الأبيض طبعا هو موجود بمستودع أخشاب وموجود بمنزلين أو ثلاث منازل بالمنطقة طبعا تم التعاون مع الأهالي والبلدية في عملية المكافحة وتوفير المبيدات اللازمة لمكافحة هذه الآفة على محيط المنزل وفي البساتين المحيطة في المنزل وجاري العمل مع أصحاب مستودع الأخشاب للمعالجة بالطريقة المثلاء نقول الحمد لله رب العالمين نحن الآن نتكلم عن بؤر محدودة إن شاء الله سنستثمر الجهود حتى نحاول ما تنتشر هذه البؤر وما تتوسع ونقضي على امتداد النمل الأبيض لأي منطقة أخرى